خليك سبورتيف مرحبا سيماهر بن عيسا مرحبا بك أخي الصحبي ومرحبا بكل المستمعين لراديو المايد وإن شاء الله كلم العادة نعديه شوية نفيده بها المستمعين إن شاء الله أول سؤال سيماهر كيفاش تقييمك للوضع الحالي لكورة القدمة التونسية الحقيقة وضع صعب واليوم أنا شخصيا متخوف من مسيرة البطولة على خطر اليوم وضعا تاع البلاد صعيب ووضع البطولة ماهوش عادي يعني بطولة مقسمة في اثنين بطولة بش تلعب على زوز فترات كيف كيف اليوم فما مشاكل ما بين الجامعة والراء والوزارة اليوم حتى شوفنا التشنج اللي موجود في العديد من الملاعب إن شاء الله على كل حال تهدى النفوس بش نسجب ونكملوا البطولة بطولة بلابث تلفزي عبثوز مقابلات فما النودي بش يلعب صباحة الي هذا الحقيقة ماهوش آآ بش يشنج الأطراف بالجداء ويخلي اللي اللي ناش بستحس ما في مش عدالة هذي اللي بش يخلق برشة 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 مشاكل أنا نظن اليوم آآ ما كان مكرناش كارنا آآ لعبنا البطولة من شهر رؤوت هذي غلطة كبيرة يا سبن عالش فما حسابات كانت موجودة ولا كيفاش كارنا لعبنا البطولة من شهر رؤوت بش نجموا كيما البطولات الكل نوصلوا المرحلة الاولى نكملوها قبل بداية آآ كاس العالم شكون المتسبب في غياب العدل الريالية شوف آآ المتسببين آآ كثير ما نجموش نقولوه على طرف واحد لكن اللي يتحمل اكثر مسؤولية نسمو الاشياء باسمه اختنى من مصطلحات طرف واطرف لا 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 نتسمي بال 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 هم الناس كل ما نسببين لكن شكون قاعدة تصرف البطولة هي الجامعة والرابط يعني هم المسؤولين اليوم اليوم المشكلة ما عاش عننا تخطيط على ما نقولوش على 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 المدى المتوسط ما عاش عننا تخطيط اليوم ما انا عرفوش تعرف كان قبل بش تجم تعمل انتي بطولة آآ كانت الاندية هي اللي تختار نظام البطول ما عادش هذا موجود ولاد كان المكتب الجامعي اليوم كنت قبل بش تقول انا نلعب مقابلة جولة يلزم قبل 15 نيوه هذا معاش يصير يعني اليوم اخلالات كبيرة ياسر خليت ونرجع ونقول اللي جامعة والرابطة انا نقول الجامعة خطر الرابطة الحقيقة هي هي معا ما عنداش حندها حتى سلطة ومعندها حتى حكم على على قرار البطولة البطولة اليوم سمحني كيفاش معندها سلطة وهي الرابطة وهي السير اكيد اكيد وهي تهندس نظام البطولة شوف تحب تقول الرابطة مجرد فيجوران لا الرابطة مجرد مجرد فيجوران الرابطة ما تعمل حتى شي هي تنفذ في اوامر خلنقولها كما قلت انتي نسميها بالاسامي الرابطة مع الاسف اللي في العالم اجمع الرابطات عندهم دور كبير مع الاسف في تونس الرابطة اليوم تنفذ كان في الاوامر بعيدا عن هذه السلبيات حسب رايك فماش نقاط مذيئة في مستهل هذا الموسم الكوراويجي شوف النقاط المذيئة الوحيدين هم بالرغم المشاكل تعال النوادي التونسية لكن النوادي التونسية تمكنت بالرغم المشاكل الكبيرة اللي بيش تعمل في رق محترمة وتشارك في البطولات الافريقية نذكره بالخصوص مثال فريق الاتحاد الرياضي المنسيري اليوم اللي بالرغم اللي هو فريق يتسمى جديد بالنسبة للمشاركات الافريقية متاعه لكن متسمى ما قصرش يعني هذي كل يخلي اللي بالرغم المشاكل هذه المادية واللي في البلاد وكل شي فما 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 ناس لتحسب عليهم هذية رؤساء اندية ومسؤولين قاموا بمجهود كبير واضح سيمير سنقدمه شوية في الحوار نأتي الآن للصراع القائم بين الجامعة تونسية لكل القدم ومعارضي وديع الجاري شنوة نجمة تقول في هذا السياق شوف اليوم توت برك الله سي وديع الجاري عنده اثناش سنة على رأس الجامعة التونسية لكل القدم عمل حاجات باهية وحاجات غائبة لكن نظن اليوم الاثناش سنة هذي نجم ونقيمه ايش عمل ما فماش عام ما فماش عركة مع وزير مع رئيس اللجنة الأولمبية مع رؤساء نوادي انا نقول اليوم يلزم الناس تتقي له في البطولة التونسية وفي الرياضة التونسية وتخمم في المصلحة العامة للرياضة خطر علاش خطر العرك هذا ما يجيب يجيب حد شيء يجيب يجيب كانت تفرقة يجيب يجيب كانت خطر كل واحد بشي يجبد من ناحية متاعه واليوم اثناش سنين نظن اليوم حتى بلاتير ما شدش اثناش سنين يعني اليوم انا نتذكر نقول لك اقبل علي الحافسي واختي حس اللي هو مش النظام السياسي ما عادش معاه ولا تغير قدم استيقالته اليوم اللي يحظوا بكل صراحة خطر السيد وديع الجارية هو دخل السياسة في الرياضة اليوم ما عادش عنده حضانة سياسية في الوقت الحاضر ما نظنش اليوم اليوم مش نوليه ونشيطنه الطرف هذا والطرف هذا وندخلوا الفيفا العديد من المناسبات ندخلوها في البطولة التونسية اللي متجم كان تزيد ردئة على البطولة التونسية وكأنك تلمح لي على القضية الاخرانية مرسلة الفيفا للجامعة التونسية اللي كنت قدم وفيها كلام على تدخل سياسي في شؤون الجامعة من طرف سلطة الأشراف لكن المكتب الجامعي ورئيس وديع الجارية خرجوا في ثوب البطل وقد ردوا فيها عن استفسارات الفيفا وقالوا لا ما فماش تدخل سياسي شوف هو ريت المراصلة الفيفا يعني كيف كيف مزالت اليوم الفيفا تعاملنا كبلدان عالم ثالث وتحقرنا علاش نشاهدوح نسينا الفارطة في البطولة الإسبانية الجامعة الإسبانية دخلت لها الشرطة وعملت سيزية على كل شيء فما تحقيقات عادية اللي تجم تسيد الجامعة الفرنسية نفس الشيء ريناشي مراصلة تعفيف ما ريناشي يعني اليوم أنا أكاد وأكون يعني فما هذه فما شكون حرك الملف الفيفا يعني ما جيتش اليوم من حرك ملف الفيفا حسب رئيسي مال هل هي لعبة سياسية وراء هذا الملف؟ أنا لعبة سياسية اليوم عنا 12 سنة من اللي تارق دياب كان وزير الشباب والرياضة كل عام تتحير هالوحدة يعني الفيفا اليوم يعرفونها في حاشتين يعرفونها في الناس في الجماهير المتاع الفرقة التونسية اللي تمشي قدام الفيفا باب بتاع الفيفا وتبدأ تعيت ولي ما صارتش قبل ولا كيف كيف انت كان تشوفوا اليوم يفهمها ستة ولا سبعة مراصلة كتاع الفيفا في الحشرة سنوات الأخيرة اللي هي تطلب هل فما تدخل أو هل فما تدخل وهل فما تدخل أو هل فما تدخل شوف أنا أنا أكاد لك اللي فما تدخل علاش خطر اليوم الجانب السياسي في تونس كيفاش يخمم يخمم اليوم في التأثير الجماهير موش يخمم اليوم في الفيفا خطر اليوم الناس تخاف الوحيدة الضغط اللي موجود على الجانب السياسي في تونس هم الأندية الكبيرة عدم مشاركتهم في الكاس الإفريقي هذا اللي يخلي فما ضغط فميش حتداخل الجامعة هي من تتواهم وجود تدخل سياسي أكيد أكيد خطر شوف اليوم هذا مرفق عام الجامعة الجامعة التونسية اللي كورت القدم ولا غيرها متاع الطائرة هو مرفق عام ما فميش عليش اليوم ما يدخلوش خطر هادهم فلوس حتى كان الجامعة تسير اليوم وتقبض هالفلوس لكن هذا فلوس تعمار فق عام فلوس الدولة فلوس الشعب التونسي لازم فيه نقاط بتاع تثبيت نقاط تاع تفتيش شبيه الجامعة يا أخي هي ما فماش خارجة مايش في الدولة التونسية أنا نظن الدولة التونسية يلزمها تشوف تراقب كيف كيف محكمة المحاسبات إذا ما تدخل وتشوف شنو اللي ماشي ميكروسي ماشي شنو اللي ماشي شنو اللي مش ماشي يعني هذا اليوم ككل مرفق عمومي عنده زي دا كيف كيف الحاجات اللي هو يتصرف فيهم ولكن لازم شكون يزي دا يراقبو صراع وديع الجري كبلد الجيش صراع وديع الجري محرز بوسيان صراع وديع الجري محمود البارودي مهر بن ذيك صراع وديع الجري مشجولين الشيرني صراع وديع الجري سمحني وبرشة أطراف رؤسان عندي صراع وديع الجري توفيق المكشر صراعة متكر من الجري ومن الضحية شوف اليوم خلني شوفه السيد وديع الجري اللي هو يخدم الجامعة لكن عنده مشكلة يحب يحكم هذا هذا الهاجس متاعه باقي طيب ولينا نعرفوه يعني الأنام متاعه باقي هو اللي يخرج ويحب هو اللي يظهر باقي هو في صورة البطل نحن اليوم شوف كور رأي الكورة تعملت بشتلم الناس رأي الكورة تعملت اليوم ريناشي احنا اليوم في أي بطولة بطولة عالمية من المغرب العربي ولا من المشرق ولا في أوروبا فما هالعرك هذي فما هش مريناشي يعني اليوم تعارك مع الناس الكل عليش هذي الكل يا أخو يا رأي الكورة أنت أنت مؤمن عليها بشتسيرها بشتبدأ الأندية في راحة وبشتوفر أنت للفريق الوطني والفرق الوطني الكل سبول النجاح هذا هو المطلوب منك اليوم في كل عام وحنا صراع في كل عام احنا عركة يعني اليوم يزي كفانا اليوم خنت له بالأباجدية هنا أنا أشوف حتى في برامجك أنت قبل سنتين التالي كنت دعيت لسيد وجيح شارك قطله قطل اليوم عندك السلطة وعندك الفلوس وحتى حد ما هو بيش قاعد يناقش فيك صلح كورة القدم التونسية لو قطل كما في الانتخابات الأمريكية في المرحلة الثانية رؤسية يخليوا يخل دؤسهم في التاريخ في كورة القدم لكن مع الأسف هذا ما صارش يعني تلهينا بالصراعات ونسينا الجانب الأساسي هو كورة القدم والتكوين والفريق الوطني واضح هل السراعات هذي كل سببها جاذبية الكرسي سحر الكرسي وإلا أشياء أخرى شوف الإشكالية اللي صارت منذ تقريبا عشر أو اثناش سنة هو تدخل السياسة في الرياضة يعني هذا هذا مشكلة كبيرة أنا قلت كبير لما فمش تدخل وتوعى فم التدخل أنا ما قلت تدخل السلطة أنا قلت تدخل السياسة ثم استغلوا الرياضة وكيف كيف حتى اليوم الجامعة كيف كيف تردمت في أحضان أحزاب سياسية يعني هذا اللي خلتها خلت لها هالحضانة هذي وخلت لها نوع من الحصانة يعني اليوم أنا اللي نقوله باقي نعرفه اللي في العالم الكله ثم أطراف سياسية تحب تستغل الكورة القدم بش تظهر ناسة كل هذي لكن مش بالطريقة اللي ريناها في تونس لعشر سنوات واضح غياب رئيس الجامعة خارج أرجل وطن منذ مدة أثار الكثير من اللغة والكلام واللغة كيف شراسي مهر هذا الغياب هو اليوم كي نعرف وحنا قبيرة تحدثنا قلنا رئيس الجامعة هو الكل شي اللي يعمل في الجامعة ويعمل في الرابط غيابه اليوم يعني المتكثر وتقريبا عنده أكثر من شهر والسناء هذي يعني غابر العديد من المرات خل فضاء خلناعرفه اليوم مسؤول في الجامعة حتى اليوم ما ياخو ما ياخو ديسيزيون إلا ما يكون رئيس الجامعة موجود رئيس الجامعة خل فرق الحقيقة كبير ياسر حتى اليوم بش تناقش بش تناقش البث التلفزي بش تناقش العديد من الأشياء ما هوش موجود هذي الحقيقة غير عديد بصراحة هل انتهت فعلا صلوحية هذه المنظومة السهرة حاليا على كل في قدب التونسية أم أن هذه المنظومة مازال عندها متقدم للرياضة وليكون في قدب التونسية أنا نعتقد اليوم في المرحلة الأخيرة متعرف كيف المنتوش عنده فاز تعلانسمن فاز تعلانسمن وفاز تعلانسمن اليوم ما عادش فما الحاجة الهامة الثقة ما عادش متواجدة في المنظومة هذي كل علش خات اليوم لاحظنا كيف كيف فما بطولات تعطات بالواحد فما أنجيا طاحت حالان فما ماذا تعطات البطولات برشوة ما نقول رشوة ولكن تعطات بالهدايا بالانتماء يعني أنا اليوم باش نكون معاك باش نمعاك ولي الولاء متاعي نعتيك البطولة ولا نعاونك ولا نعاونك أنا نحكي بصفة عامة يعني اليوم اللي يصير حتى مش بطولة حتى حتى اليوم باش تاخون معاونا من الجامعة مالأسف فما نادي ياخو فما نادي ما ياخوش يعني هذا تشعر بالظلم يعني نرجع لك على المنظومة هذي الكل وقلت لك قبيلة خسارة ضيعنا بالأخص العامين للاخرانيين وثلاثة سنة وتلاخرانيين اللي الجامعة عندها فلوس والجامعة عندها سلطة ما صلحتش كرة القدم التونسية خليتش لاحظنا جامعة غنية وأندي فقراء انتي معا أو بالأحرى تعترف اللي السلوحية هذي المنظومة تخطر عليها شركة المنظومة ما تتبنيش على شخص المنظومة تتبنيها على ناس اللي هما أو في يأخذوا ويعطيوا يأخذوا شو يحبوا هما ويعطيوا للاخرين ما معناها زعم اليوم المنظومة هذي متكونة من حكام من مدربين من بعض النوادي لكلها موجودة تخلي الآخر دقيقة اللي هي تتشبث بتشبث بالسلطة وبتشبث بالواحد ومع الأسف هذا الكل يخليونا تأخير كبير يسر باش إصلاح كورة القدم التونسية سيماهر بن عيسى يقال في الكواليس تم تهرسلة مستقبل المرسى في السنوات الأخيرة تعرض لعديد الضغوطات المرسى اللي كانت ترقم صعب في الرابط المحترف الأولى واللي تترجع لين وصل الديفيزيون تروى وصل التلعب من أجل تحليكات قبل ما ترجع للديفيزيون يقول المرسى كانت ضحية هذه المنظومة نكال في مهر بن عيسى اللي لعب دور معارض في أكثر من مرة لهذه المنظومة شنو الصحيح شو الغلط أنا نحكي لك بكل أمانة رئيس الجامعة ما عاونش ما عاونش المرسى لكن ما 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 كانش هو سبب بش المرسى تتح القرار بته المحترفة التالية شنو السبب هو أول حاجة يمكن حتى فيها حاندي من المسؤولية هو اليوم الفريق بعد أربع سنوات يعني عنده فاز يعني اليوم لو خلتحت المستقب الرياضي بالمرسى تحت معها ندي حم ونتفكر وتطوين يظلي هما رجعوا بعد موسم إلى الرابط المحترفة الأولى والمرسى ما رجعج خلت المرسى قاعد تتخمم العقلية متاع باقي هي في الرابط المحترفة الأولى اللي خليتها اليوم وين عرفت اللي هي يزمها تكون فما خطر فما لاعبين متاع رابط محترفة الأولى فما لعبين متاع رابط محترفة ثانية وربط محترفة ثالثة وفما حكام متاع رابط محترفة اولى ومحترفة ثانية وفما مدربين تعربتها محترفة اولى ومحترفة ثانية. خليت هذي هذي الوضع اللي ما فهمناش حتى كوننا فريق اخر جديد اللي هو تقريبا متكون من 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 ولادي الجامعية. واثبت هذا اليوم في ماله بعد اربع سنوات وشفته المستقبل رياضي مرمارسة رجع من الباب الكبير وكانه اليوم اه اه رقم اه رقم صعب حتى في في دور النهائي تاعها كائس تونس. نفس النهائي دور نهائي دور نهائي. دور نهائي دور نهائي دور نهائي دي كائس تونس فعلا. نبقى مع مستقبل مرسة. شو بخالك في الذاكرة ما انت جربتك كرئيسة مستقبل مرسة? شوف انا اول حاجة عندي فتسير ثمين وعشرين سنة. خمسناش مستنى سنة رئيس فرح. متاع فرح كورت السلة. اربع سنوات نائب رئيس. خمسة سنوات كرئيس. ومنظنش انا اليوم وفايا خطر حياتي كاملة حياة عبد كاملة هذي هذي اللي موجودة. فما اكثر حاجات حاجات باهية برشا. اكيد فما حاجات ماهيش باهية قاعدة تتذكره. لكن اللي اللي نحاول ونحب نخليه كان الحاجات الباهية. انا اكثر حاجة اللي 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 خليتها وحبيتها برشا هو مع مع بقية الاعظام تاع الهيئة المغيرة هو اللي عملنا كتابي يخلى التاريخ المرسى. يعني هذي الحاجة اللي تقعد. اليوم شفت انتي اه تلعب موسم طلعت اهبطت وبعد شبقاها فيها ما بقاها حد شي. الناس اللي تخلي حاجة هو تخلي ملاعب ولا تخلي كتب. هذا هو الهذا هو المفيد. اكيد اليوم في الانفرستركتور خلينا ساهمنا شوية عملنا ملاعب زلا كيف كيف. اليوم الفريق مستقب الرياضي مرسى ما عنده من احسن الملاعب في في تونس. كيف كيف ما تخلي ناش على الفروع. هذي امانة قاعد دعونا عشر وفروع متاع كل الرياضات. هذا لحقيقة اه مفهوم الرياضة بالنسبة لي. خليت كتاب بتفتخر بيه يؤرخ انتي والاعظام تاعك تاريخ مستقبل المرسى. زاد يقولوا مستقبل المرسى تحت على عيد سي ماهر بن عيسى. وسي ماهر بن عيسى بعد ما تحت الجمعية ابعد لانه يحب يكون موجود كان في الاذواء. هذا ما يقال في الكواليس. شنو هو روى بش نقول لك حاجة روى هي الفريق تحت في الفين وخا الفين وكمستاش وانا خرجت عام الفين وثلتاش. يعني هذي بش 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 نقوله لفريق. سهل يعني انتي خليت ورثة انت مستقبل المرسى مو هي اللي بتاع. لا لا. انا خليت في المرسى. هذا اللي اتقرأ بش انا. مسالش للتاريخ ما انا كان فهم حاجة لانا نتحملها. لكن انا خريته في المرسى بالخامس. انا الترتيب بتاع الفريق. المرسى بالخامسة. خامسة ولا السادسة. يعني عليش خرج السمال. خطر اول حاجة القانون بتاعنا القانون الاساسي تاع فريق مستقبري مرسى. خمسة سنوات. لا يسمح. لا يسمح. اكثر من خمسة لا. يعني يزوز فترات نيابية فقط. وترتاح ومبعد ترجع. لا اي. اكيد. واسمك ما رجعتش. اه بعد او اربع سنوات فمشكون رؤساة واحنا اليوم التداول على السلطة بالنسبة. اسمع نجاتك برشة ضغوطات بش ترجع وقتها. شوف. اخبر البرشة اسمع اخرى. ايه. انا هنقول لك عليش. زدنا راو في الخمسة سنوات. الخدمة متاعي. ضيعت روحك. ضيعتها. والحمد لله. يعني هدا هدا مش مشكل. هدا مسالش نحنا كلنا نعاون وكل واحد بطريقته. في في نجاح النادي. لكن بعد اربع سنوات راو بالنسبة اسأل اي رئيس جمعية. لسكيل تقعد راو. اربع سنوات ولا خمسة سنوات على راس نادي. تعربتها محترفة لولا. يعني اه اه صعب. صعب. لكن الحمد لله ما فما فما كان الخير. انا انا نعتقد لفريق كيمة مستقبل رياضي بالمرصة. اه كيل في رقل كبر يمرض لكن لا يموت. كيف اشترا عفوا مستقبل المرصة في نسخة السيد توفيق بن سيد. انا الراه اليوم فما برشة حاجات ايجابية اللي صارت. نشوفوا حتى اليوم اه الفريق اتطور بالجداية. اه الفريق اه لاعبين كلهم خالصين. كم تم اه حتى اخيرا اقتناء حافلة. اه تم كيف كيف اه اليوم رجعت الى 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 منافسة العديد من الاندية الكبيرة. اه انا نعتقد فريق مستقبل مرصف على السكة الصحيحة. هل من طموحات مهر بن عيسى رئاسة الجامعة التونسية لكورس القدم بعد مرحلة وديع الجريء. رانا مني بش ما يفهمونيش بالغالط مش نحبوا نخرجوا الراجلتو بعد نهاية مدة النمدة نيبية متاعو بش من تهمونيش ولاد الحلال بحاجات اخرى. سي ماهر جاهز لرئاسة الجامعة تونسية لكورس القدم قي نكمل. وقلا فما القوانين اللي تم سياغها القوانين الاقصائية تمنعك من رئاسة الجامعة. شوف على عكس برشة انا القوانين. اه اه تسمح لي بش بش نكون اه مرشح لرئاسة الجامعة. متعرف اليوم قي سعيد ما يجمش حتى يترشح لرئاسة الجامعة. خطر قوانين صعيبة برشة. يلزم يكون على القيلة باك اه مع مع سنتين يلزم كيف يفكو في اربع سنوات اللي هو شد اه رئيس جامعية اه رياضية. واذا تقريبا فما ستة ولا سبع اشخاص. وانا ضد الاقصاء هذا خطر فما العديد من الناس والشبان الجدود لكل شي. اللي عندهم اليوم الانتينيات وعندهم الافكار بالاخص الافكار بيش يشدوا رئاسة الجامعة. انا بالنسبة للايا الجامعة التونسية خممت في 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 مرحلة وبرشعة ورؤسية جامعية لخيقة اصدقائي هما اللي يشجعوني وقالوا نمشوا مع بعضنا. لكن توا حاليا الفكرة غير متواجدة. يمكن تتغير في القريب اه العاجل ولا مش هو القريب العاجل. لكن الى الان الى حد الان وضعية كورة القدم التونسية صعيبة. يلزم انا انا يلزم اه اه تحت حتى لجنة كبيرة لاصلاح كورة القدم التونسية. ما تهربش على السؤال. يقولوا في الكواليس سيماهر قاعد يحضر روح وفعلين. وقاعد يجهز في تشكيلة لدخول غمار الانتخابات القادمة. ده. مش صحيح. مش صحيح. نا مش صحيح. ما جاتكش بعض الاتصالات من هنا ولا هناك. ده جاتني بعض الاتصالات. منين؟ جاتني من العديد من الرؤساء الانديا. كيف كيف. لكن بكل امانة توا انا الهم الهم الوحيد توا عندي خدمة خارج البلاد التونسية. بالنسبة توا الفكرة 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 موجودة. فكرة موجودة. لكن ما يش معامل عليها مئة في المئة. تنجم تتغير المعطيات وتتولي النسبة مئة اوية اكثر? والله يتجم شوف انا انسان رياضي. كان فما حاجة الاسلاح. كان فما حاجة الاسلاح كورة القدم التونسية مع ناس وطنيين. تسمع فيها ولا? آآ نجم نخمم حتى ما يكونش موجود. لكن موجود بالافكار موجود بالكيف كيف بالاستشهار موجود بحاجات اخرى نجم ننساها من نجم ننساها. معناها مستعد تخدم مع ناس مع تشكيلة اخرى. وما تكونش انت رأي الجامعة. المهم خدمة مصلحة كورة القدمة التونسية. علش لي. علش لي. شكون تراهجة دير برئاسة الجامعة. انا هم بتعطيني اسم. وقادر على تطوير كورة القدمة التونسية. سيماهر بن عيسى يثق فيه. يعرف عنده المصدقية. عنده الشفافية. ما يترفكش. ما يفكرش في مصالحه الخاص على حساب مصلحة كورة القدمة التونسية. والله يفهم العديد من الاشخاص. مثلا. فما رؤسة اقدم موجودين. فما انا لحقيقة سيلهادي البنزرتي مثال الراه. بالرغم اللي اليوم شوية يكون في العمور كبير شوية. سيتفتح العلويني. كيف كيف. ناس نظاف سيعليل وريمي. لحقيقة. فما ناس اللي تعرفهم. قطع عليه تشوف. بالنسبة للسرقة. انا مرهيش فما سرقة اليوم. ما قلتش. بصفة عامة. عليش نقولك حاشة. اللي بشي جي. يلزموا يعمل كان منذها متاع اربعة سنين. انا نعتقد. علاش. خطر اليوم انا رو الناس. الناس تقله الناس. الناس تقله الناس. هل يعلطوا في رواحهم. يعني اليوم. نعتقد اليوم اخي المرحلة الولانية متاع وديع الجاري. وقت كان معها سيماهر السنوسي. كما توا. عملوا اربعة سنوات محترمين الولانين. لكن بعد فما الناس غلطوهم في رواحهم. انا نعتقد فما العديد من رجال التونسيين الموجودين. وحاجة اخرى. نأكد عليها. يلزم اليوم ضخ دماش جيدا. ضخ شباب. فما نعرف اللي برشة شباب جدد. اللي عندهم. عندهم الامكانيات. الشباب هذا قادر فيه مشكول نشد رئاس الجامعة. فما. مثلا. طو ما ما نجمش نستحضرش اسم. اما نجم نقول لك اللي فما العديد من الناس اللي اليوم موجودة. حاجة اخرى يزي ما تتغير. روا فمايش الراجل الاوحد والراجل القائد والراجل الوحيد. روا غلطة روا. روا نقله في العباز. فما مجموعة. فما مجموعة. برك الله فيك. فما مجموعة. هذا. هذا اللي يزم يكون موجود. تحب تقول وديع الجري ما يمنش بالمجموعة. نا ما يمنش. نا ما يمنش. تحب اقول تغلطوه. لا لا اخذي. قال المرحوم زين عبدين بنهلي غلطوني. شوف. شوف. انا اليوم مسؤولية كرة القدم. ومسؤولية الجامعة التونسية كرة القدم. اللي هي تقريبا آآ سبعين مليار بيزني انتهى حوالا ثمانين مليار. اللي حاجة كبيرة يعني من ش شركة كبيرة. صحيح هو سيهة بش يجيب بعض بعض من العقود. من كله كل صراحة. لكن يحب يختم كان وحده. يعني اليوم التشريك حتى اليوم اختيار 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 اللاعبين يدخل فيها. واذا واذا ما يجي مش يكون موجود. ما يجي مش طريقة طريقة متع متع تسير تكون هكا. راك انت رايز جامعة تسمع فيها ولا عندك مسؤولية هي 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 اليوم تسير كرة القدم التونسية. مش تسير فريق وطني ولا تسير بطولة. يعني هذا 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 اللي قاعدين نغلطوا فيه. قلت غلطوه رئيس الجامعة. شكون غلطوه رئيس الجامعة. لا لا ما ما احتقش لا. هذي كان قلت هيكون لنا غالط لا ما غلطوهش رئيس الجامعة. هو زي ذا كيف كيف انا نقول كبرولو مخو. انا نقول لك. انا اليوم شوف. قلت غلط في روح. اي. اغزلي شوف. يرا روحو. يرا روحو. يرا روحو اكثر من هك. يرا روحو اكثر من هك. يمكن اليوم. حتى اليوم كان يمكن يطمح المنصب سياسي. يعني اليوم. صحيح خدم. تسمع فيها ولا? لكن الخدمة. علش قلت لك قبيلة السياسة اليوم اللي كانت تدخل في الرياضة. رأي يمشيت كرة القدم. اليوم. انت مسؤول على كرة القدم التونسية. مش مسؤول على السياسة. مسؤول على تطوير هالرياضة. هذه. حرب شعواء بين ادارة البروموسبور والريهانات الرياضية الموازية والاتهامات بالتطبيع مع الكيان الصهيوني. شنو? يقول سي ماهر بن عيسى في هذا الموضوع. شوف الموضوع هذي انا انا قريته برشا وتعرف انتي سي السحبي درسته برشا برشا خنعتي معطيات صغيرة وبعد نرجع لك الموضوع. فضل. انتي ادارة شركة البروموسبور عام 2013 عملت 128 مليون دينار. 128 مليار بالمليومات متاعنا. اليوم تعمل في اقل من عشرة. شوف. يعني اليوم. فرق شاسع. فرق شاسع كبير كبير ياسر. فرق كبير ياسر. ويني مش مش نرجع شكون السبب وشكون المتسبب. اليوم وقت يعملوا دراسة اليوم يقول لك التونسيين التونسيين يمشيوا للريهان الرياضي بقيمة خمسمائة مليون دينار سنويا. يعني راوا مبلغ كبير ياسر يقول لك التونسي تقريبا زود دينارات في الاسبوع يمشي ريهان الرياضي. مبلغ كبير ياسر مبلغ مهم مهم جدا جدا جدا. لكن مع الاسف الرياضة مش قاعدة مستغلة ولا ولا الجيباية التونسية. اش معناها اليوم؟ اليوم قاعدين تشوفوا الناس التونسيين قاعدين يشاركوا في الريهان الرياضي عن طريق شركات التونسية اللي هي غير مرخص لها. وإلا عن طريق شركات اللي موجودة عبر في على الانترنت في في بلدان اخرى. وقلي تربح انت الجباية الفرنسية مثال هي اللي تاخو وحتى الجباية التونسية ما تربح. اليوم يا خمسمائة مليون دينار. الرياضة التونسية ما تنستفع بها حد شيء. ما هي. اليوم نجيو شاركة الريهان الرياضي. نعارفوا اللي فيها مسؤولين بهين لكن هيدا غير كافي اليوم. اليوم شفت هاشي انت شريكة الريهان الرياضي تقريبا منذ العشر سنوات. رهناشي على نادي تونسي. فماش. كله على 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 مسابقات. هذي غلطة الاولانية. علاش? مش النوادي تونسية ما تطلبهاش. اليوم في حقوق. حاجة الاولانية. ثاني حاجة كان انتي اليوم. كان انتي اليوم كشركة نهوة الرياضة. على مدة عشر سنوات. ما عرفش تتطور. تطور. يمكن فما ضغوط سياسية. يمكن تعرف. فما شريك دينا شركة آآ نمساوية. بعد تخضيري لشركة اخرى. يعني فما فما تدخل يمكن كيف كيف بالنسبة للمزاردات اللي اللي صارت. لكن خسرت الرياضة التونسية. خسرت الرياضة التونسية على قلية ثلاثمائة مائة ربعمائة خبسمائة مليون دينا. بقى هيا. نجي لجرب الاخو. هذي خلطة الوزارة. اليوم الشركات عن الرياضة اللي هي غير مرخص لها. ونعرف فما التدخل سياسي كان فيها فما ناس تحب تمنع المشاريع هذية بش تتعدى. بقى. شنجي انا كوزارة الرياضة لحق. يا خويا. انتي تحب تشارك حتى ما تسوي وضعيت النهار اخر. ايجي ما تدخل الا حط خمسة مليون دينار ولا عشرة مليون دينار كتدخل. علش تدخل كأنك شركة عادية وانتي تعمل الرياضة. انا نظن اليوم وزارة الرياضة مع عرفتش كيفيش تستغل لها الرياضة. لخلات الانديا هي اللي 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 تستغل وتربح من الرياضة. لخلات الجيباية هي اللي تربح. انا اكد لك اللي كل الشركات هذة طلبنا منهم مبلغ ثلاثين اربعين مليون اه اربعين مليون دينار ولا خمسين مليون دينار كم تعطي علش؟ خاطر الربح اللي قاعد تربح فيه ربح جنوني. هل ساهمت الرياضة الرياضة الموازئ في تكريس الفساد في نتائج بعض مباريه كورت قدم. فما صارت. علش؟ خاطر خاطر اليوم ريت في التوافية ناخده مثال فرنسا مع الاسف باقي ناخده. فما في فرنسا فما هيكل اللي يراقب الريانات الرياضية. هالهيكل هذية باقي يشوف شكون راهن على شكون. كان يشوف اللي فما غير توازي يتحلل تحقيق قضائي يتحلل تحقيق قضاء. مع الاسف في تونس اليوم. فماش اليوم فماش هالهيكل هذا. ما فماش الرقابة. ساهمت. انا نقول لك اليوم. الناس لاعبين مش خلصين. يجيهم ناس انتع الريان الرياضي يقولهم رو اكيد بش 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 يعملوا. اليوم هاو قدش من موضوع صار انك صارش تحقيق في تونس. صار تحقيق بعد كله تسكر. لكن اليوم يلزم رو حاجات قانونية نعملوها مع حكاية الريان الرياضي يجب ان نرفتحوه اليوم وهذي دعوة لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المالية بش تحل بكل جدية ملف الريان الرياضي. واضح سيمهر بن عيسى خلينا نعملو ترتيحة صغيرة من حلاء من خلال في روبريق حقيقة في دقيقة. حقيقة في دقيقة. سيمهر سيد. نرجع معك في روبريق حقيقة في دقيقة حكاية غريبة ما يعرفيش عامة الناس عشتها انتي سوى رئيس نادي عشتها في المجال الرياضي حاجة من الكوليس وما يعرفيش عامة الناس تحكيها لتولي سيدة المتابعين في راديو مات اشو هم العديد من الحكايات اعطيني حاجة منهم في الرياضة اكتر حاجة تشد منهم ليه هو اكتر حاجة تشد هو بقي العلاقات متاعك مع اللاعبين انا الحقيقة اكتر حاجة شدتني هو عندي لاعب بتاع كورت السلة ميت في سوريا اه نقولها بكل صراحة اللاعب هذا كنت نحبه برشا الحقيقة وكان اه كان يتكيف وكان يخاف مني وكان يحترمني برشا اه تصدمت برشا وقت ليه وجاي ودع ودع الفريق يعني هذهم اللي تشكونوا اللاعب هذا اقرب شوي سيبه الميكرو شكونوا اللاعب هذا والله من حبش نذكره عينيك فيها برشا دموع وانت تحقي عليه اي خطر شوف وقت لي وقت لي تكون رئيس جمعية تكون اب عائلة انا الحمد والله كان نجحت شوي اللاعبين الكل لنهار واحد ما حزيتش عليه التاليفو لنهار واحد ما طلبنيش في في حاجة وحاولت بش نعاونه يعني كانت باقي العلاقة عائلية وانا باقي ان افتخر لي انا لاعب تاع كورت السلة اول ما بديت عندي خمس ساشن سنة كنت لاعبين تاع كورت السلة اوقتي صغار بين صنف الأداني والأصار كنت نلمهم اللي ما كانش يجيب عدد باقي في البلتان متاعي كنت نقول له ليه ما عاش تترينا يعني تكونت علاقات عا وطيدة يعني اللاعب هذا الحقيقة خلالي حسيتو حاجة منك اللاعب هذا بعد مرحلة حسيتو حاجة مني خطر كان اللاعب حتى حتى من وجهه كان كان محليه وباخي كان يضحك لكن هذا ربي اراد شيء ففعل توفى في سوريا حكيت عليه برشة قلم عينيك فيها برشة دموع حسيت بذنب بعد وفاته لا بذنب لا خطرنا ما ما كانيش دخل لكن حسيت يعني واحد من تونس ولد تونس لي مشي حرام ولد ولد جمعيتي يعني هذا يعني مني عمره ستة سنوات كان في التمارين معانا وكان الله غالب يعني هذا 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 مش شيء اللي 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 يخلي لك شوية من الحسرة هذا هذا هم هذا من العلاقات وزي دا كيف كيف كنت تتأسف اللي 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 يخليوا كل شيء لرياضة وهذه فرصة بش نقولها بكل صراحة يا صاحبي رايي وبش نعطيكم رقم اللي خوف بش يولي لاعب كورت قدم محترف هيده هم الاحصائيات اقل من ثنين في المياه يعني شوف قديش عن نتوت تعدى شيء يعني اليوم هذي فرصة اليوم حتى الاوليين كلهم راوا باية كورت قدم اما ما تحطش كل شيء بالنسبة لولادك اللي 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 كورت القدم هي بش تمنحهم وتخرجهم من اللي لا راوا الاحصائيات خايبة برشا اقل من ثنين في المياه ما لا تخليش هذيه العامل هذيه بش تخرجوا من القراية ولا تخرجوا من القدمة متاعو على حساب كورت القدم واللي مستقبله غير مضمون اللاعب هذي اللي توفى في سوريا ما زلت تتواصل مع العيلة متاعو سيميار ايه نتواصل مع اخوه ايه اخوه كان لاعب هذي كيف تقوم بالواجب والله اشوف الواجب سنقول لكم مع عائلة ما عندهم مش مشكلة متاعها واحد لكن على اقل المواسية نواسيهم كل ما نقابل نواسيهم وكهو عنوان لواقع الرياضة عموما في تونس بعيدا عن كورت القدم الرياضة اليوم من غير تمويل بتعطيني عنوان الرياضة من غير امل عنوان لواقع التحكيم في تونس التحكيم في تونس يعني واحد جاء مع عينه وحده عنوان لواقع المنشآت الرياضية في تونس منشآت الرياضية في تونس ما غير ممالي الرشوة والبيع والشراء في الكورة التونسية حقيقة ام بخيالي حقيقة ثبت فما فما رشوة في الكورة التونسية حقيقة حتى شوف نحكي لك حاجة حتى كان المقابل غير مادي الفساد ثابت الفساد ثابت واضح برشا جدل حول خطة حراسة المرمى في المنطقب الوطني كل واحد يغني علي العله انا كلوبيس نحب ندزم على ذاك انتي مارساوي ادزم على الاخر الاخر بنزرتي ادزم على الاخر شو يقول سيماهر في هذه المعضلة شوف اول حاجة نقول غلطة متع الادارة الفنية اللي عندها على رأس هذي تقريبا سبعة اثمانية سنوات اللي ما حضرتش حارس مرمى احنا تونس اللي هوما عتوقة والنايلي وشكري الواعر يعني الكل اللي خرجتهم هذم اليوم غير غير قادرين باش نخرجوا خارجوا حارس مرمى راهي 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 مأسايت راي غير غير قادرين وين كند انتي كادارة فنية وين ناس تخمم على خمسة ستة سنة سبعة سنوية وين كند شون جيوا ليلة اللي قولوا بشاركين كاكس العالم معناش 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 حارس مرمى تعرف انتي كحارس المرمى هو 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 قاعد للسفينة لذلك اليوم نقول لا سيما هذا الاشكال اللي 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 في التكوين ما صارش واليوم ولينا اليوم كل واحد اليوم يقول انا هو حارس مرمى ليه فما فما احصائيات اللي هي تقول فما 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 يعني اليوم نشوفه الحارس المرمى الي جيز في الوقت هذا مش الحارس المرمى يعني الي الناس تحبو ولا الناس تميلو والدي لا الحارس المرمى الي توا هو جاهز مئ فالمئة خليني يقون الكلمة وبش نارج ونحكيو شوي على المنتخب جاني مساج دو والله رقم ما نعرفوش شي قولي سيماهر بن عيسى كلمه كل صحيح كل وقت وقت يطلب تلقاه قاعد سند للناس كل اروا رئيسا ذيف برشا ربي فضلوا يفضلوا يفضلوا والله ما نعرفوشكون المساج الجاني رقم ما نعرفوشكون ربي فضلوا يفضلك شوف هذي احسن حاجة اللي تسمح كل امان لغير حد شي احسن حاجة لتسمحها ويني نعاود ونأكد لك شوف في تونس فما برشا عبيد ضيق وفما برشا عبيد نضعف الحاجة الوحيدة اللي يتخلي اليوم باش احلا نكونوا متحدين هي يا اخوية ثيقة في مبيناتنا المنتخب الوطني مقبل عد مونديال بريسك عشرين يوم عشرين يوم عد مونديال سمحني برود تام في الشارع التونسي وكأن تونس سمحني بشتمشي تلعب دورة اميكان ما يجتش تلمكو بدمونت علش علش البرود هذي حاون قل لك علش اول حاجة صحيح فما برود برود كبير ياسر برود بير ياسر اليوم الانديا المشجعين تاع الانديا اكثر اكثر من المشجعين تاع الفريق الوطني فريق الوطني هذا اكيد الحاجة اللي اوليني الغلطة اللي صارت هو نلعب ومقابلة البريزيل بكل امانة نلعبوها في كل وقت اذاك احنا تعرفوا المقابلات هذي الغير رسمية والمقابلات الودية يزي ما تمشي مع منافس بش طلع لك اليوم انتي بش تشوف الخطة التكتيكية متاعك وكذلك بش ما تكسرش الامال متاعك نظن اللي التايمينج متاع متاع لعب مقابلة البريزيل كان غير غير يعني موضوعي اذاك السبب الوحيد مبارك لبريزيل لا 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 اعطيني باختصار انا رياضيا الحاجة الثانية اليوم نحسوا اليوم في اللاعبين بعاد عليش يمكن خطر اختيار اللاعبين كانوا من فرنسا وكانوا من اوروبا مش حاب تقول ميحسوش كيف ميحسوش مش ميحسوش بعاد علينا لا لا نحس اللي بعاد علينا لو انتي اليوم وقلي فكرت قول بحارس المرمى تابعين الفرق الكل يبدوا قراب لنا راوا راوا مش كما ناس اللي هي تلعب خارج 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 الوطن الحاجة الاخرى اليوم فما تعليقات اللي صارت اللي هي صحيحة لكن نخير فيه غير وقتا نحن اليوم يخي الفرق الفريق الوطني تابع سيد وديع الجريب تابع سيد كامل دقيش تابع سيد الله يبارك تابع تونس اليوم يلزمنا اليوم وحتى من المنظر هذية اليوم الكلنا وراء الفريق الوطني الكلنا يزم نكون وراء وبعتهم تحاسب وبعتهم تحدثوا عليش يا ولدي يروا الفريق الوطني كيف يخسر بشي صمعتك انت بشي طيح حيالك اخوية الصحبي وصمعتي انا خلي يتعدى الفريق الوطني نعطيه اليوم حتى اليوم كيف كيف الناس كلنا تفهموا يا أخوية الفريق الوطني هذية لو فريقنا الناس كل خنشجعوهم دعمو وبعد لكل حادث من حديث حراس المرمى حكينا عليها شكون الحارس اللي ترايهني على حدود المنتخب في المونديال طوى الاولوية اي من دحمان موجود كحارس اول بشير بن سعيد صدقي الدبشي ويحكيوا على حارس رابع اي من البلبولي ربما شوف رقم واحد يزمو شكون يكون في المونديال دحمان واضح سي خلينا تاوا نمشيو ركن اعترافات جريئة اعترافات جريئة سيمهر معاش عنا برشا وقت ثمانية دقائق ماذا بينا ينزلوا شوية لشكون مدين سيمهر بن عيسى في حياته الرياضية المدينة لعدد اشخاص سي جري الغراب الله يرحم سي جري الغراب الله يرحم الرئيس الولاني اللي اعطاني الثيقة وشديد شديد رئيس فرع كرة القدم رؤساهم تعملوا مستقبل رياضي مرسى الكل اللي كل تعملت معاهم وخدمت معاهم الحقيقة اللي توفى الله يرحمه ولي ولي مريد ان شاء الله ربي يشفيه ولي حي ان شاء الله ربي يطول في عماره هذوما الناس الكل اللي تعلمت من عندهم وعلموني خطر احنا باقي نقول باقي فريق مستقبل رياضي المرسى مدرسة اخلاقية ما جاتكش مرة وانتي رئيس نادي اغرقات بطريقة او باخرى بتسايب ماتش بصراحة اه جات ورفضت كل امانة خطر عليش وقت اللي جايوني قلت له وشوف انا اليوم كان ندخل الفريق متاعي بحجر للمنابس وكلهم تخارلوا تسمح فيه ولا ما عادش نشد فريق كرة قدم ولا فريق رياضي شكون هذا اللي جايو لا ما نجامش نقول لك وانتي مضعفتش مرة وحاولت تشري مباراة لا نشري لي لقول لك ثمان اخي تنامن انا من حبش الرشوة الآن اما الحقيقة كي الناس الكل الحبيت ان في مقابلات تعرف ان نساعد ونقول لكن عمري ما طلبت هاو الرؤساء الكل اللي يعرفوني واللي خدمت معاهم واللي ما زالتوا موجودين الحقيقة عمري ما طلبت في طريقة او بيغيرها باش ناخو مقابلة فماش رئيس جماعية تجمعك به صديقة واتيدة انت في وضعية صعبة ومرتاها يقولك سي ما ارتنى بطرح الجير اني مش نعاونك. لا ما صارتش ما صارتش بالطريقة هذية. كيفية صارت? لا لا يعني اليوم انا عندي صديقة كبير ياسر مع فاضل بن حمزة. مثال فريقنا حمم نلف. تحية ليه. تحية ليه. هو انسان لحقيقة ممتاز ورياضي وقدم بالعديد من الحاجات البيانة دي حمم نلف. يعني كنا فقط تسعين دقيقة انه هو من شيها وانا من شيها نتعاربه. اما بعد المقابلة بعد المقابلة نبشيه ونفتره مع بعضنا ولا نشربه في حاجة مع بعضنا. حاجة حاجة باية. لا 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 تعرفني انا حمدول الله لا نشربه كلا حاجة الباية. مدرب اتعقدت معها في مستقبل مرسى وندمت. والله نحكي لك حاجة خمسة سنوات اتعقدت كان مع ثلاثة مدربي. تمن بالاستمرارية. نمن بالاستمرارية والحقيقة هذا الجانب الايجابي. هذا اللي اللي. ستكون هم ثلاثة اتعقدت معهم. شوف اتعقدت مع جيرار بوشير لمدة ثلاثة سنوات دراجان وعادل السلام. يعني اليوم ونرجع ونقول اليوم المدربين هذو ما ريت منهم كان الخير. وهذا هم بيدهم كيف كيف عطيتهم كل السبول للنجاح. وتعلمت من عندهم العديد من الاشياء. والحقيقة بكل امانة. جيرار بوشير اعطال اضافة فريق مستقبل مرسى كما هو استنفع منه. احنا استنفعنا منه. اللاعب. تعقدت معه. كنت معه رجل برشا. سنته ودعمته وامنت به. ومبعد خان الامانة. صارت ولم صارتش. لا ما صارتش. فماشي ملاعبية ده تنكروا اللفظات مهر بن عيسان؟ لا. لا والله لا. اليوم ما عندي يكلموا فيه من السعودية. لاعبين كيف كيف من السعودية اللي يخرجوا. كيف كيف. العديد من اللاعبين يعني اليوم حتى كيف كيف يستحقوا حاجة. نحاول بقدر المستطاعة باش نعاونهم. عليش. خاطر كانش كنت كنت نافق اخويا ساحبي. يا اما علاقة فيها فيها اخوية. وعلاقة متاعه اب اب عائلة والله. هذي اللي صارت وهذي اللي عطتها كرنجاة حراوة. شكون ضلمت انت في حياتك الرياضي. اكيد بالضلمت. اكيد ضلمت وما نقصدش. خاطر شوف تعمتش مرة. ما تعمتش. هنقول لك عليش. مش عطيك انا فكرة صغيرة. اليوم عندك في في كرة القدم بالنسبة. اي 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 بالنسبة. يبدأوا حاجة حاجة بخمسة وعشرين لاعب في فريق الآداني الف ميتاب. يجيوك خمسين. الخمسة وعشرين معاك والخمسة وعشرين الآخرين ضدك. يعني اليوم. انتي اليوم ونعرفوا لي كرة القدم هي هي علم علم غير صحيح. تعتذر من الناس اذلمتهم? والله ناحتذر منهم. اللي اذلمتهم بنغير قصد ولا ما نقوم بنظنش بقصد. يا اخويا نطلب الاحتضاء. هاو قدام المنبر دي. شكون اذلم مهر بن عيسى? والله ما اذلم لي حق. سر تتكتم عليه وتحب لي اول مرة بقايد تاو خنقوله. نسأل نسأل نسأل. والله ما عندكش اسرات. طبا خلينا نوصلوا الروبريك السؤال السري. السؤال السري. السؤال السري. بش نعطيك سؤال? السؤال السري. سيماهر بش نعطيك سؤال تقرأ وحدك? اذا مستعد الجاوب ترجع لي نطرح وانتي جاوب. واذا تحب تحت فلت بالجواب انتي حر. تفضل. نستناهو في سيماهر بن عيسى يقرأ في السؤال السري. ما نعرفوش يحب ايجاوب ولا يحتفظ بالاجابة في السؤال السري. نستنى فيك سيماهر. جاوبني. جاوبني. عندي معلومات في فترة كنت معارض شارس للسيد ودي الجاري قدم لك اغراءات وحاول استقطابك بش بترجح الشيء السيء الجامعة. صحيح ولا لا? لا. غير صحيح. مش صحيح. مش صحيح. ووضح. شوف بش نقل احتيك انا فكرة صغيرة. قل. انا بالرغم لكل شي عندي علاقة محترمة مع السيد ودي الجاري. عليش? خاطر لنهار سبيت ولنهار سبلي. تتكلموا مع بعضكم? لأ طبعا لمدة لكن عن طريق اصدقاء تسلموا على بعضكم بالقندويت مالكي تقابل. لأ ما تقبلتش معها لكن عن طريق اصدقاء. لأ ما فمات صحبك انا صاحب التهر بالشعبان نسأل عليه ونسلم عليه ما ندخلش على حساب الغير. شوف شوف. انا عندي طبعا اكتر من سبعة سنوات مالي خرجت. اه جيتنيش الفرصة بش نقابلوه خاطر في ميادين الرياضي. اه. لكن في كل مناسبة فما رؤساء اللي هم حالين قابلوه تصبح فيه ولا? صار اللي ابعث ابعث مساج وفح تسليم. هدا بركة. عندي معلومة اخرى. انتي اكثر من مرة فما اجتماعات تتم مع رؤساء الاندي يحبوا سحب الثقة من وديع الجاري. انتي تحذر معهم لكن في اخلاق تقول لهم فك علينا. خلي الرجل يخدم على روحه. صار طول ما صارت. مرة وحيدة. صارت. خاطر الوزير السابق طرق ذيب. تسعة على عشر. مجدولي نشادني. ستة على عشر. مهر بن ذياء. سبعة على عشر. سابر بعطي. تمانية على عشر. احمد قعلول. اربعة على عشر. سيهم العيدي. اربعة على عشر. الوزير الحالي كامل دقيش. تمانية على عشر. الاستاذ محل بوصيان. تمانية على عشر. حمدي المدب. تسعة على عشر. يوسف العلمي. تمانية على عشر. عثمانة جنيه حلقة دي رئيس النجم. تسعة على عشر. شكرا سيماهر بن عيسى كنت سعيد جدا بوجودك معي في حوار خليك سبورتيف. شكر ليك. شكر التاهر بالشعبان. بالاحسد الفرشيشي على تقمين هذا البث النبو بشر. الى اللي قانس كل